موسيقى السيدات والسادة مساء الخير عام جديد نستقبله بكل الأمل والتفاول وعام يمضي بكل أحداثه وما شهدناه خلاله من إنجاز وعمل كبير في كل المجالات حصاد العام كان كبيرا ومبشرا ومؤكدا إرادة شعب يستلهم تاريخه المجيد ويبني حياة جديدة أما حصاد هذا البرنامج الذي بدأناه معكم في شهر مارس الماضي فكان حافلا هو الآخر بالعديد من القضايا والأفكار طرحناها وناقشناها مع مفكرين ومثقفين مصريين بارزين ومع مسؤولين وخبراء مشهود لهم بالعلم والكفاءة طرحوا جميعا أفكار وآراء مهمة في التاريخ والتراث وتجديد الفكر والتعليم الديني في مواجهة طيارات التطرف والفتاوي المعطلة لتطور المجتمع وتوقفنا في حلقات البرنامج باهتمام شديد مع مشروعات التنمية وأولوياتها ومستقبل التعليم والتعليم الفني وقواتنا النعمة الفن والثقافة والترجمة والكتاب المصري والعمارة والأثار وناقشنا مع بعض السادة الوزراء والوزيرات وشخصيات دينية ومدنية بارزة قضايا المرأة والأحوال الشخصية وثقافة الطفل والمصريين بالخارج وغيرها من الموضوعات التي تشغل المصريين في حضرهم ومستقبلهم اليوم عندما أنظروا مع حضراتكم إلى أسماء من شرفتوا بالحوار معهم ومعهن الفترة الماضية في هذا البرنامج أشعر بالفخر الكبير بالوطن الغني بكل هؤلاء المفكرين والمثقفين والمبدعين والمبدعات وبما يقدمه المصريون كل يوم للإنسانية من علماء وخبراء في كل المجالات وأسمحوا لنا ونحن نستعرض اليوم حصاد ما قدمناه أن نوجه لهم ولهن أيضا التحية والتقدير لما يقدمونه من علم ومعرفة وخبرة لبناء مصر جديدة مدنية عصرية قوية وعزيزة حاضرا ومستقبلا أهلا بكم موسيقى من نحن؟ ما هي هويتنا؟ الفترة يازل تكون شرملة جوهر أبديادات التوحيرية السلاسة الخلق والأخلاق الشعوب اللي ما تتقراش تاريخها ما تتراجعش تاريخها انتقع في نفس الأخطاء طيار الدين المتطرف أسهر علينا كتير جدا أدى إلى تجريف المقتل لازم يكون فيه تجديد ديني للأجيال اللي يطلعها والد وقت أنتي بتتصدي لفكرة سلفنة المجتمع المصر في بلاد الموتى يحكمون الأحيان مصر كانت أصل التنويض والثقافة في العالم العربي مسألة عنوانها الرئيسي قبلية الوعى قوتها الحقيقية هي القوى الناعمة أهم حاجة عنده أنه يحس أن بلده وقف جدا لأن مصر دي أجمل وأهم بلد الجد نبص هنا للمرأة على أنها الجزء الضعيف العلمانية ليست ديني لازم نحسن ظروف العمل، لازم نحسن مرتبات ده موضوع حياة ويتعلق بحياة أبسط الناس التاريخ المصري في الدراما المصري أين هو؟ هل فيه برنامج واحد يتكلم على الحضارة المصرية القديمة؟ ما فيه الدراما فرصة عظيمة لإعادة سرد التاريخي بشكل جميل وشكل جديد وشكل حقيقي العالم الخارجي لم يتطور ولم يرتقي إلا بإبعاد الدين عن السياسة وعنها كانت نهاية العام بالنسبة لنا في هذا البرنامج في مدينة أسوان وبالتحديد من أجمل بقعة على نيل أسوان الجميل كان اللقاء مع الجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب هو أجمل لقاء نختم به سنة ونستقبل به سنة جديدة كلها أمل وتفاؤل وعمل جاد ومخلص خصوصا بعد ما شفنا على الطبيعة تجربة الدكتور مجدي يعقوب الملهمة في مركز أسوان للقلب شفنا جيل الأطباء المصريين الشباب من تلامزة الدكتور مجدي وشفنا إزاي بيدوا أمل جديد للألاف من مرضى القلب في مصر أهلا وسهلا بيك وإحنا ضيوفك النهاردة شكرا جزيلا أنتو بتشرفوني شرف لي نفن شكرا تحب أسوان؟ بدون شك ليه؟ لأنها قز كبير من حياتي لأن في مدة طويلة من حياتي كنت أحلم بأسوان لماذا أحلم بأسوان؟ لأنها بين الناس بتوحى خصوصا الأطفال لأن كنت بشعر أنهم خصوصا الأطفال عندهم أمراض ألب أنهم مهملين وأنهم ما بيأخذوش اللي بيستحقوا من ناحية الرعاية الكاملة وأنه عندهم أمراض كتيرة في الأرض الحاجة الثانية الجمال ده جميل الجمال مش معقول يعني الواحد يقدر يقول أجمل حتة في العالم مش بس في مصر أسوان أجمل حتة في العالم ومش أنا الوحيد اللي بفكر كتب كان فيه أغاخان والناس تانين ممكن يروحوا أي هتر جم أسوان لأنها أجمل حتة في العالم ليه أجمل حتة في العالم؟ عشان الهدوء حضرتك شايفة عشان النيل الجميل ده أنا بفتكر عبدالوهابي والمخر الخالد جميل جاي بهدوء تام بيد الحياة زي ما قدموا المصريين كان يقولوا هبة الحياة مصر هبة النيل مصر هبة النيل الألوان اللي موجودة أخضر كتير والخضرة هي حاجة معناها في حياة وبتدينا أكسوجين وبتدينا جمال وزهور أنا مصري وقلبي مصري لو كنت هنا أو مش هنا فأنا يسعدني إن أقدم كل ثمنياتي السعادة والصحة والعلم كان من أهم الموضوعات اللي تناولناها في البرنامج الموضوعات المتعلقة بالمرأة المصرية حقوقها وأوضاعها الاجتماعية متحديدا الجدل حول مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية كانت للأسرة عموما والطفل المصري ثقافيا وتعليميا بصفة خاصة كان لهم مساحة مهمة في حواراتنا مع ضيوفنا في البرنامج ما الذي سيدير لرجال الدين أن يكون الطلاق في مصر ليس شفاهيا أن يكون أمام مثلا القاضي أو به شهود أيضا كالنص الآية القرآنية نص واضح في القرآن لأنهم اختلفوا في التفاسير لماذا؟ لأن الدين الإسلامي يفسر من قبل الرجل الرجال هم اللي يفسروا الدين لو أن التفاسير دي كانت تمت عن طريق المرأة كان الأمر اختلف كثيرا مشروع الأحوال الشخصية الجديدة نحن نتكلم بقى دلوقتي حتى سياسة أكمش دين قانون زي ده هل مفترض أن ينفرد به رجال الدين فقط؟ إذا كان صحيحا أن المشروع المتداول هو من صنع أو كتابة الأظهر الشريف أقول لم يكن هذا موفقا هو من صنع هائة كبار العلماء لي وعايز أقول وبأخط يعني أي موقف يقود إلى هذه النتيجة المسؤول بحكم الدستور في مصر عن صنع القانون ومجلس النواب أن يكون الطلاق ليس شفاهة ولكن مكتوبا أمام القاضي طبعا أو ممثل الحكومة اللي منعوا أو اللي جعلوا يتراجع إلى الآن ولم ينفذ دخل المأزون؟ سلسلة من الناس بتساند بعضها البعض لأن من ناحية الشريعة فيش ما يمنع من هذا من ناحية العملية والتنفيذية في ناس هتدار من هذا طب فليكن مشروع قانون ويعرض على مجلس النواب لازم ما فيش أي سبب منطقي يجعل الناس اللي وقفين ضد هذا القول ليهم حق الحقيقة طفل اليوم في مصر كيف ترى؟ مصادر ثقافته مصادر تسلية حتى اهتمامه إيه؟ هو حرك أراه يعني جندياً مستقلاً يحاول أن يحارب كل الذين يعادوه ولا أريد أن أكون جارحاً في كلامي لكن إحنا المصريين بصفة عامة يعني بيحبوا أولادهم جداً ودي حاجة جميلة لكن الاختلاف الشديد في مفهوم الحب ومفهوم الطفولة لدينا هو اللي بيؤدي إلى أن احنا بنفقد أبنائنا من حوالينا من غير ما نحس سيارة ترجع إلى الخلف بسرعة الصاروخ كنت تتكلمي عن موضوع المرأة وعن أوضاع المرأة في مصر على سبيل التحديد تقصد إيه؟ أقصد بالسيارة، السيارة الاجتماعية وليست السيارة السياسية لأن السيارة السياسية تتقدم إلى الأمام بالمرأة وكثير من المنجزات تحققت في الفترة الأخيرة بسبب قيادة هذه السيارة السياسية أما السيارة الاجتماعية فهي بالفعل تعود إلى الخلف وكلنا شايفين أنه في حالة تنمر بأشكال مختلفة على المرأة المجتمع أصبح بيزوج بنفسه في كل تصرفات المرأة دائما هي موضع نقل، دائما هي في حاجة إلى إثبات أنها على صواب أنها ليست في موضع اتهام الكثير من الحريات الجلنة كان بيتمتع بيها لم تعد قائمة أصبح فيه نوع من التنميت أو استيريوطايت كده معين لابد أن تدخل فيه المرأة وإلا أصبحت خارج السياق وملفوظة اجتماعية فهذا هو المعنى الذي أقصد لو سألتك كيف ترينا واقع المرأة المصرية الآن؟ بشوفها في عصر زهبي بشوفها يعني عصر حافظ على حقوقها كتير بعد مراحل كانت صعبة وأحلامها مفتوحة يعني أي ملف اللي تمكين المرأة بيبدأ من نقطة وبينتهي عند نجاح إحنا متحركين القطر خرج كده من المحطة بتاعته بنتحرك بننجز في إرادة سياسية غير مسبوقة من رأس الدولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحلام اللي السيدات بتفكر فيها صدقيني الأحلام حتى لو أحلام لسيدة بسيطة أو أحلام بنات عايزة تدخل مجلس الدولة أو النيابة العامة كل الأحلام دي محطوطة على في الدراسة ومحطوطة على استراتيجية وأطلقها السيد الرئيسي في 2017 فإحنا عند فين الخطة إحنا بنتحرك بمؤشرات واضحة النسب تزيد سواء في مجلس الشيوخ البرلمان الوزارة 25% في الوزارة ومتحافظة على هذه النسبة لا فيه تحرك كبير جدا 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 أحلامنا حقها أن تاخد كل المناصب دون أي تمييز حق أن المادة الخاصة بالدستور المادة 11 أن تبقى موجودة في كل الأماكن دون تمييز حقها أن الدولة تكفل لها كل الحماية من كل أشكال العنف ضدها وحقها أن تبقى المرأة المعيلة والمسنة والطفلة والسيدة الأرملة كل دول يبقى عندهم حقوق وإحنا الحمد لله متحركين للأمام يعني كان الحوار دايما حول الهوية والانتماء والشخصية المصرية هو محور معظم حلقات البرنامج تسألنا هل نحن بحاجة لعادة كتاب التاريخنا؟ هل نحن بحاجة لمزيد من الوعي بهويتنا وحضرتنا؟ ما هو السر وراء الرباط المقدس منذ الأزل بين الإنسان المصري وبين أرضه وحضرته العظيمة؟ كنت دايما بتتكلم عن مجال اهتمامك الصحة النفسية للمصريين وقلت فيه هنا سؤال مهم قوي قوي لكل مصري عليه أن يطرحوا على نفسه قبل أي حاجة وهو إحنا مين بالزبط كده؟ إحنا مصريين؟ ولا عرب؟ ولا شرق أوسطيين؟ ولا أفريقيين؟ ما نحن؟ وما أهمية هذا التحديد لصحة نفسية؟ كلنا عاوزين بيت، عيال، جواز، مدارس، قوة، فلوس، تأمين لكن أنت مين؟ أن تكون أفضل لك في سعادتك وحياتك على أن تملك لأن سبت ولا القوة ولا النجاح ستدي سعادة لوحدها لازم فيه مهاجات تانية، تيجي بقى للهوية أنت مفروض يبقى لكي هوية وحدها، أنت مصرية إحنا مصريين، مصريين، بعد كده ننتمي للقارة الأفريقية ولكن يعني فيش بالها، ومش صمر أوي زي التانيين وننتمي للشرق أوسط، ولكن كل هوية في البلاد العربية مختلفة دكتور أماني، يعني لك دراسة حديثة جدا جدا عن موضوع الحقيقة جميل يعني، عن ماذا حدث أيضا للمصريين لكن ماذا حدث لأفرح وأحزان المصريين حمسك حاجة حاجة، وأتكلم عليها كل مرة عن ماذا حدث للمصريين أنا حمسك حكاية الأفرح، فلاقيت أن طبعا الأفرح تغيرت جدا جدا شكلا ومضمونا وإنفاقا وكذا، وتغيرت بشكل رئيسي عند طبقة طبقتين من المجتمع الطبقة العليا، الغنية، القادرة، والطبقة الدنيا محدودة الدخل هم اللي اتنين جمعهم شيء واحد، هو المظهرية الاجتماعية فده خط غريب أن ناس فائقة الثراء وناس فائقة الفقر اللي اتنين جمعهم المظهرية والإدعاء والنفاق الاجتماعي فشفت يعني ملامحه ملامحه أول حاجة الهضر في الإنفاق عند الاتنين، اللي فوق بينفقوا ملايين الملايين ولا يفكروا في أحوال المحيط الاجتماعي اللي هم عايشين فيه ولا في أن في بداء الإنفاقهم قد تكون جميلة جدا جدا ممكن ينفقوا فيها بدل ده الشيء الثاني برضو في هذه الأفراح اللي يلفت النظر التحرر الفائق عن الحد أي كتلة إنسانية تضم هؤلاء قطعا بيبقى فيها مواطن ضعف وقطعا بيبقى فيها أيضا مواطن قوة إيه مواطن القوة في المصريين بالخارج حبهم لبلدهم وولاءهم وانتماءهم الشديد على فكرة من قبل حتى عودة وزارة الهجرة للحكومة المصرية ولكن هما كانوا محتاجين القناة الشرعية اللي يقدروا بيها يكلموا بلدهم فقوتهم أنا دايما بقول هما قوة مصر الناعمة في الخارج وهم اللي وقفين معاها في قضاياها وهم اللي وقفين معاها في التنمية كل الحقيقة المشروعات القيادة السياسية بتقوم بيها على أرض الدولة تلاقي المصرين في الخارج على طول مستعدين إن هما يسهموا ويسندوا فهم قوتهم في هذا الموضوع مش عايزة أقول ضعفهم ولكن في أوقات معينة بيبقى في تباعد شوية بيبقى في تصديق لبعض ما تتناول مواقع التواصل الاجتماعي عن الدولة فبيضعفوا شوية من الأخبار السلبية والكاذبة اللي بتتردد على مواقع التواصل الاجتماعي ده طبعا عناصر ضعف إنما إحنا دورنا كوزارة للهجرة إن إحنا نديهم المعلومات الصحيحة ومش بس إن إحنا نديهم المعلومات الصحيحة إنما كمان نحملهم مسؤولية إنه هما أيضا ينشروا المعلومات الصحيحة يا الكلمة صعبة شوية بتقول فيها إن إحنا شعب قليل المعرفة بحضارته تعني إيه؟ يعني أنا هقولك حاجة إنت لو إحنا بصينا للأطفال عندنا طبعا أنا مش بقول كلام ده على أساس إن الشعب هو الغلطان لا إحنا الغلطانين يعني إحنا كأجهزة وكتلفزيون وكصحافة وكتربية وتعليم وثقافة كلنا ما عندنا منظومة في سبيل إن إحنا ننمي الثقافة الأثرية أو الحضارة جواً هل دراسة التاريخ تثير مشاكل وتثير مواقف ونتوقف عند شخصيات تختلف الأراء بالنسبة لها؟ يعني هل نفتح باب قراءة التاريخ وإعادة فهم التاريخ أم نغلقه ونترك التاريخ في حاله؟ لا طبعا أفتح الباب لأن لو ما فتحتش الباب فأنا هبقى حبيس الجدران هتحارم الإنسان أصلا تعريف الإنسان هو إنسان له تاريخ إيه اللي بيفرق الإنسان عن الحيوان النطق؟ الحيوانات بتتكلم برضو طبعا لكن دو تاريخ الذاكرة والقدرة على المراجعة ودي مهمة جدا في حركة التاريخ لأن الشعوب اللي ما بتقراش تاريخ ما بتراجعش تاريخها بتقع في نفس الأخطاء وعشان كده بيجي المقولة الرئيسية التاريخي يعيد نفسه في البرنامج توقفنا مع ضيوفنا حول أهمية الدعوة لتجديد الفكر والخطاب الديني وكيف نواجه التطرف الفكري بمختلف أشكاله عن الدين والمجتمع والعلوم الحديثة والتعليم وحقوق المرأة وأيضا عن مغزى آلاف الفتاوي اللي بتتناول الحياة اليومية وتحدد للناس أفعالهم وتحرم وتحلل سلوكياتهم هناك دعوات دائمة لتجديد الخطاب الديني أنت ترى أن ما يلزم تجديده هو الفكر الديني صحيح وليس الخطاب الديني صحيح على عتبار أن الخطاب سيكون انعكاس لهذا الفكر تمام طب بعض الشرح لهذا الموضوع لأنه مهم الفكر الديني هو الفقه الإسلامي واللهوت المسيحي الخطاب الديني ده إن واحد يوقف يوعظ ولما واحد يوعظ مسيحي أو مسلم يتكلم عن القيم العامة لكن بيبقى الفقه فقه واللهوت لهوت فإحنا عايزين اللهوت المسيحي ينظر إلي نظرة بحثية بحيث أنه يكون فيه تقبل الآخر برغم الاختلاف في اللهوت وأيضا الفقه الإسلامي لازم يكون فيه فصول في كتب الفقه الإسلامي تقول إيه موقفهم من المسيحيين يعني يعكس الفكر يعني يكون فيه فقه ولهوت الآخر هل إحنا بنجدد الخطاب الديني أم يجب أن يسبقوا تجديد الفكر الديني هو أنا طبعا متخصص في مصطلح الخطاب الخطاب لا يكون إلا تعبيرا عن فكر ليس مجرد كلام فالخطاب والفكر متلازمان لا ينفصلان وبالتالي تجديد الخطاب يعني تجديد العقل وتجديد العقل لأن العقل لا يفكر في الهواء في الأبحاث العلمية الدقيقة والتجربية الآن ثبت أن أنا نفكر باللغة أي يعني من يقول لك إن في ذهن فكرة ولا أجد الكلمة التي تعبر عنها إسخر منه هو ليس في ذهنه شيء لو كانت في ذهنه الفكرة لتبلورت في كلمة لأن الفكرة تتخلق تولد يعني اللغة هي بيت الفكر كما أنها بيت الروح كما أنها بيت الإنسان كما أنها بيت الثقافة كما أنها كنز المعرفة وكنز العلم في رأيك من الذي يقوم بهذه المهمة؟ المؤسسات الدينية أم جموع المثقفين أم من؟ كلهم أولاً بس أنا عايز أقول أنه قضية تجديد الفكر الديني مطروحة على المصريين والعرب منذ القرن 19 آخر دراسة عملها رفاع رافع التهطاوي كان اسمها القول السديد في الإجتهاد والتجديد قبل وفاته مباشرة وكان بيتكلم فيها عن تجديد الفقه وأن ضرورة إعادة فتح باب الإجتهاد ثم تكررت المسألة مع الأستاذ الإمام محمد عبدو مفت الديار المصرية وقتها وتكررت بعد ذلك في أشكال مختلفة ربما إلى اليوم الجديد في الفترة الأخيرة أن نجد أن رئيس الجمهورية بنفس هو الذي يطالب بها لماذا؟ لأن عدم التجديد وصل بنا إلى أن نحن بقى عندنا ناس إرهابيين وقتلت وبقى عندنا في ناس طلعين يرفعوا السلاح على الجيش المصري وبقى في عندنا ناس جايين يقولوا والله سينة دي تنتزع من مصر ونعمل ولاية شمال سينة وكل هذا الإرهاب وهذه الدعوات المغرضة وهي في جوهرها لو رجعنا لتاريخها دعوات استعمارية متغطية بالغطاء من الفكر الديني بالغطاء من الفكر الديني وبالتالي بقى التجديد هنا مسألة ضرورية ومسألة حياة أو موت طيب كنا في أول الحلقة بنتحدث عن ضرورة سن تشريع يجعل التكفير جريمة أظن لو عملنا ده هيكون جزء من هذا التجديد دائما ما نتحدث عن ضرورة تجديد الخطاب الديني حضرتك بتقول أنه لا الأول نجدد الفكر الديني الخطاب الديني يقوم في تجديده على عملية عقلية على قضية الإجتهاد يعني لا يمكن أن أقول بأننا أمام تجديد الخطاب الديني إلا إذا سبقه بالفعل فكرة الإجتهاد وأعمال العقل ورصانة العقل العقل هو المحور في العملية الإجتهادية العقل هو المحور في العملية الإفتائية يعني لا يمكن بحل من الأحوال أن أفهم نص الشرعي ولا أفهم الواقع إلى من خلال هذه العملية العقلية التي تدور في زهني والتي هي مركبة من عدة مقدمات مقدمات في مستوى فهم لنص الشرعي ومقدمات في مستوى فهم للواقع هذا كله في الحقيقة لا يأتي بين يوم وليلة إنما يأتي التخصص فيه والبراعة فيه والإبداع فيه من خلال الجلوس سنوات للتعلم وأيضا الجلوس سنوات أو فترة لأجل التدريب والتأهيل لأن الملكة هنا الملكة التي استطيع أن أستنبط بها حصلت بالفعل من خلال التكوين العلمي لكن المهنة أو المهنية التي نسمي الفتوى صنعة ونسميها حرفة يعني زي أي مهنة من المهنة زي مهنة المحاماة زي مهنة الطب هل يليق بإنسان تخرج الآن من كلية الحقوق مباشرة وبعدين نعطيه تصريح بأن يمارس مهنة المحاماة ويخاطب القضاء مباشرة دون أن يجلس فترة للتمرين والتدريب هي نفس الفكرة تماما الممارس العام في المستشفيات بيظل فترة ممارسة عام سم بعد ذلك يتخصص فلابد من عملية المهنة والحرفة في قضية الإفتاء هذا كله مركب من عمليات عقلية فالفكر أولا العقل أولا الاجتهاد أولا التكوين العلمي أولا وفهم الواقع ومحددات هذا الواقع ثم الانطلاق إلى الفتوى وإلى تجديد الخطاب الدين نقشنا مع ضيوفنا مسؤولين ومثقفين ومبدعين مستقبل الثقافة وأحوال الإبداع في الدراما والموسيقى المصرية والرواية والترجمة وثقافة الدفل نقشناهم في تاريخنا وفيما يكتب به ويقدم من أعمال فنية وأدبية وأيضا عن أوضاع السينما والمصرح والفن التشكيلي في مصر كذلك دور الدولة والمبدعين في أحياء وحماية القوى النعمة للفن والثقافة المصرية حضرتك روائي وكاتب قصة الآن في السينما المصرية وفي التلفزيون أيضا يعني الأعمال الدرامية عن أصل أدبي قلت جدا يعني كنا زمان بنجد أسماء كبرى في عالم الدراما التلفزيونية صحيح الشغل على الأصل الأدبي أنا في رأيي يعني أصعب كتير جدا من الشغل المباشر وعايز ناس محترفة وعايز ناس عندها إلمام بفكرة المعالجة دي إن إحنا إزاي نعالج نص أدبي ونحوله لنص تلفزيوني النص الأدبي بيوفر على السيناريست المحترف حاجات كتيرة جدا الشخصيات بتبقى مكتوبة واخدها وقت أطول الحبكة بتبقى أقوى التتابع والبونة كل ما يخص السيناريو بيبقى كإني عندي مرجعية حقيقية لي فبيطلق أنا بحب ده بس مرهق جدا واللي يظن إن معالجة النص الأدبي وتحويلها النص تلفزيوني أو سينمائي أبسط من الكتابة المباشرة يبقى واهمة لا بس يعني بالفعل هي أصعب صعبة جدا لكن هي قيمة جدا طبعا قيمة يعني طبعا وبتدي يعني حتى الأفلام السينمائية اللي منتخذ عن أصل أدبي هتلاقيها حضرتك مميزة جدا وعمرها أطول يعني من أول نجيب محفوظ الشرق نجيب من أول طحسين حتى من دعاك روان لحد فيلم الكتكات لأستاذ إبراهيم أصلا فيه كده حاجة مختلفة فيه تقل طب لماذا اتتعادنا عن الأصول الأدبية في الدراما السينمائية والتليفزيونية هي عايزة دراماتورجية بالمعنى الحقيقي ودول عددهم قليل في مصر طب السؤال لماذا عددهم قليل يعني ليه تراجعنا في هذا المجال والله معرف يعني كنا رواد فيه فعلا آه طبعا وإحنا أصلا معظم أعملنا الجيدة غالبا بتبقى يعني بعيدا على الاختباس الأجنبي يعني لولا كتاب مصر هالروائي النجيم محفوظ وإحسان عبدالقدوس ومن قبلهم ومن بعدهم كان يبقى 80% من أعمالنا السينمائية الجيدة مش موجودة فهي حاجة مهمة جدا بس أولا الرواية تراجعت الرواية الحديثة فصعب أنك تعمل الرواية قديمة إلا لو الرواية تعيش فيه رواية ممكن تتعامل من 200 سنة وتظل قادرة على الحياة 300 سنة تاني لقدام بس الرواية التي تقدمت في آخر 30 سنة قدرتها على الحياة في ظني محدودة هتوقف عند شيء ما الحقيقة أبهر المصريين الحقيقة وهو موسيقى المصاحبة لموكب الفرعنة وموكب المميات الأخير لحنت كلمات مفترض أنها هيروليفية يعني كلمات غير مفهومة بالنسبة لنا لكن إحنا حسينا بالموسيقى جدا كأنها فعلا جاءت من زمن القديم كيف تحقق ذلك؟ نحن نفتتح متحف ونحتفل بمرور 22 ملك وملكة فده كان بالنسبة لي له معنى كبير جدا مبدئيا يعني وده كان دافع كبير خلاني لما لقيت بالصدفة نص كلمات أغنية مصر ولم تنم إني أختارها وصر عليها ولحناها دي مصر اللي أنا عرفها مصر ده هي الوسعة السهلة المنبسطة اللي مليانة عناصر وملامح الخير مية كتير زرع ناس ده عبرت عنه عبرت عنه في الست سبع دقائق اللي فيهم أنا شلت كل ده بحكي أنا مش نفسي سؤال حضرتك أنت تسأليني على الحتة دي بالزات اللي فيها اللي هي الترانيمة بتاعة إزيس إزيس وعملت ده ما كانش فيه كلمات أنا كنت عارف إن في النص فيه لحظة حيبقى فيها وانا بس ما كاش فيه كلمات كنتش عارف ياتغنى يتقالي بس عارف إن حيبقى فيه هنا وعملت كل ده عشان أقول بي مصر السهلة مصر الطيبة مصر الحلو مصر الشئية مصر القوية مصر الايرال الباقية وعشان لما ده يخلص أروح قال حكاية شعبه واردوناس على ذكر الأساز نجيب محفوز حضرتك كنت موجود في حادثة اغتياله أو محاولة اغتياله مضبوط أنا كنت أحد المحققين سنة 94 في القضية أي وصحبت طبعا هذا الأديب الكبير صحيح كانت له كلمات لها دلالة كبيرة جدا في هذا الوقت قال على سبيل المثال أنه بيهدي سطور كتبها لمصلحة مجتمع لن ينصلح حاله إلا بالثقافة كتبها فين الحكاية بدأت في الكتابة في المستشفى أنا لما انتقلت انتقلت مرتين المرة الأولى كانت بمفردي وما تمكنتش من استجوابه لأن هو كان ظروفه صحية ما تسمحش بفترة استجواب طويلة وكان هو عنده أسئلة كتيرة قوي عن من الذي فعلها ولماذا ورغم أن كان مر وقت على الحادث وكان من المتصور طبعا من كل المحيطين به من كبار المثقفين في مصر ومجموعة الحرفيش اللي كانت قريبة منه أنهم أخبروه باللي حصل لكن هو كان عنده هذا التساؤل وكأنه لا يصدق لا يصدق ما حدث ولا يصدق أن شخصا لا يعرف القراءة والكتابة ويعني يتقدم لقتلي بهذه السهولة في يعني في عز النهار زي ما بنقول في منطقة مزدحمة مكان بيته في شارع النيل ده شارع رئيسي فهو كان عنده التساؤلات وفي نفس الوقت عنده هاجس نابع من ضميره هل ممكن أتصور حاليا أن مصر بيها بعض المحافظات ما فيهاش سينما محافظات ما فيهاش مصرح يعني دي الثقافة الجماهيرية دي حقيقة يا دكتورة وده من سنوات كتيرة أزاي يا دكتورة دي هقول لحضرتك الحقيقة طبعا حضرتك تعلمي أن تكلفة إنشاء المصرح أو تكلفة إنشاء السينما طبعا تكلفة مش بسيطة فالحقيقة يعني فيه محافظات كتيرة فعلا ما فيهاش دور سينما بس حضرتك تعلمي أن ما يخص السينما هو غير تابع لنا إحنا كوزارة ثقافة ولكن إحنا البديل بدأنا يعني نعمل على اسلوب تاني مختلف فبدأنا نفعل هذا الدور من خلال قصور الثقافة طبعا عشان كان يتفعل كان لازم يتم تطوير داخل قصور الثقافة لأن طبعا إحنا لو فيه أماكن فيها مسارح ولكن ما فيهاش الشاشات اللي ممكن نقدر نحنا نقدم عليها العروض السينماية بدأنا تقريبا من ثلاث سنين بدأنا أن إحنا نعمل على ذلك وبدأنا في هذا التطوير لأنه أيضا مكلف ولكن بدأنا فيه بالفعل وأنه يبقى فيه أن إحنا نوصل أن إحنا نقدر يبقى الأسر الثقافة بيشتغل بكل الأنشطة الثقافية والفنية اللي موجودة ويقدم مصرح وأيضا سينما فإحنا طبعا شغالين في هذا المشروع كيف ترى الآن حرب أكتوبر في الأعمال الفنية يعني هل الفن في مصر استطاع أن يتناول تلك الحرب بكل بطولتها بشكل مردي حتى الآن؟ والله إذا يعني بشكل عام يعني لو نظرنا بشكل يعني شمولي على مستوى مجالات الفن السينما ومصرح والفن التشكيلي إلى آخره هنجد أن يعني الحرب أكتوبر وما سبقها حرب للسينذاب يعني تم ظلمهم يعني تماما لا توجد أعمال طرقة إلى مستوى الحدث طرقة إلى مستوى الحدث لأنه بقول أن الحدث كان حدث استثنائي في تاريخ الحروب العسكرية في العالم كله وعبور الجيش المصري الساعة الثنين الضهر على عدو قوي جدا ويمتلك أعتى الأسلحة يعني وبينه وبينه 120 متر ده عمل فز وعمل خيالي يعني لو فيلم أي فيلم تم إخراره أحسن مخرج في العالم أن الجيش بيعبر الساعة الظهر الساعة الثنين والجيش الثاني قدامه ده شيء حيقول ده بيخرف لكن ده حصل في الحقيقة سيد محمد سلموي حضرتك طبعا حضرت تلك السنة الكئيبة جدا السوداء التي كان بها حكم الإخوان يعني كيف وجدتها وكيف كنت تتوقع نهايتها كفنان كأذيب كقارئ ككاتب لا كنت الحقيقة يعني يعني توقعت نهايتهم بعد سنة لا هذا الشعب المصري اللي أسقط هذا الحكم بعد سنة يعني لا يستطيع أحد أن يتنبأ بأنه كان عارف بالضبط الشعب المصري هيعمل إيه أنا كنت متوقع تاريخيا أن حكمهم هيسقط هل بعد 500 سنة زي هما ما قالوا ما قالوا جاين نحكم 500 سنة بصرف النظر إنما كان حكمهم سيفشل وسينتهي بالتأكيد إنما الزخم اللي حصل واللي الحقيقة كان للمثقفين فيه دور كبير جدا أسرع بهذه النهاية بشكل كبير لدرجة أنه الناس شعرت أنه فعلا الأمور لا تحتمل أكثر من ذلك وكانت 30 يونيو يعني مشهد رائع جدا وفاق كل التوقعات يعني أنا أذكر وقتها كنت نازل من بيتي في المعادي بالعربية وصلت للكرنيش مش عارف أمشي بالعربية يعني الجموع بتزحف على مدان التحرير وملأت الشوارع لغاية كورنيش المعادي فرجعت بعربية تاني وقلت أخذ المترو لغاية محطة التحرير وأطلع من مدان التحرير من المحطة ألاقي نفسي في الوقت كان طلعت من المحطة لكن فضلت واقف أربع ساعات مكاني مش قادر أتحرك في المدان من كتر الزحام يعني مطرح ما طلعت مطرح ما وقفت مش قادر أتحرك من الجموع الهائلة الملايين اللي كانت في مصر مش في القاهرة بس يعني كان مشهد الحقيقة رائع فرق كل التوقعات صحيح كان للتعليم والإعلام نصيب كبير جدا في حواراتنا مع ضيوفنا كانت الحلقات فرصة لإستعراض أحوال التعليم المدني العام المناهج المعلمين التوسع الكبير في التعليم الديني مستقبل التعليم الفني وأيضا أوضاع الإعلام ودوره الكبير في بناء الإنسان وفي دعم قواعد النهضة والتنمية والدولة المدنية الحديثة كيف وصل التعليم في بلد مثلا زي فنلندا اللي أصبحت نمرة واحد دلوقتي في القارة الأوروبية ده هي بلد نمرة واحد واللي خلا نمرة واحد إنها مشى تقريبا عكس تصورنا لإصلاح التعليم لغوا الامتحانات لغوا الدرجات لغوا الترتيب في الفصل من الأول ومن الأخير وده يعني خلاهم يعني يتقدموا في التعليم في حين إن إحنا يعني إيه إما نيجي نتصور نتصور إنه لازم نعمل لك امتحانات صارمة ولازم تقييم موضوعي للدرجات عشان ما حدش يغش وهم يعني رغم ذلك التعليم يعني ماشي وبعتقدم ودلوقتي بقى فيه يعني اتفاقيات بتعتمد على توحيد معايير التعليم يعني مثلا أنا في الجامعات مهتمين دلوقتي بما يسمى برنامج الساعات المعتمدة اللي هو ما يبقاش مقرر وكتاب دراسي من أول السنة للآخر ونمتحم فيه وبعدين ناخد جيد أو جيد جدا لا بقى فيه ساعات معتمدة لأنه بقى فيه يعني الليسانس المصري عايزين يبقى مكافئ للفرنسي وللأمريكي فلازم يبقى عدد الساعات الممنوحة لكل مادة في المجال الفلاني هي هي تقريبا وبالتالي بقى فيه نوع من الستندرد كده العام للتعليم بيبقى بيخضع ليه عشان في الآخر يبقى فيه اعتراف بالدبلوم ومعامل العالم لفكرة يعني تشجيع حركة الأفراد وحركة الأفكار بحيث أنه خريج هندسة هنا يروح يشتغل مهندس في كوريا في أي مكان فلازم يبقى عايزين الشهادة اللي بياخدها من هنا تبقى يعني لها نفس معايير الشهادة اللي بياخدها في بلد تاني ومن هنا أهمية الترجمة أيضا للمناهج التعليمية إيه أهمية البعثات العلمية في جامعاتنا وهل هي في حالها الجيد حاليا يعني أمناتا أنا أرجع يعني إذا كان تكوين القانوني الحالي جيد نسبيا فالفضل يرجع للسنوات اللي أنا قمضتها خارج مصر صحيح أن أنا بقول للأساس أخذته من كلية الحق في جامعة اسكندرية إنما التكوين القانوني العميق والبحث القانوني العالي المستوى والأسازة الكبار والأبحاث المتميزة جدا الكلية ده شفته نمرى واحد في فرنسا ونمرى اثنين في إيطاليا ونمرى ثلاثة في إنجلترا وأنا عدت بعثة يعني مجموعة السنوات اللي قضيتها في الخارج كانت حوالي ست سنوات أو أكتر شوية كونتي تكوين متميز جدا على أساسه رجعت أبني وأكمل ولولا هذا التكوين ما كنتش بقيت بهذا المستوى يعني لولا هذا التكوين الذي كان ناتجا للبعثات العلمية حولا واحدا أقدر أقول أن رؤية مصر 2030 في التعليم واضحة شاملة واللي عايز يقول إحنا كويسين ولا مش كويسين يرجع للركائز دي هتقولي لي ده ممكن يتحقق في تسعة سنين أيها بدأنا؟ طبعا بدأنا لأنه إحنا بدأنا في حتة يعني كان في المية مثلا من مجمل الهدف أعتقد أن إحنا بدأنا في الركيزة الثالثة بشكل جيد وهي الرقمية بدليل أن إحنا فيه دلوقتي جهود جيدة للتعليم عن بعد وعلى استخدام التكنولوجيا لكن طبعا المسافة بعيدة يعني أنت لو قلت لي النهاردة في الرقمية عايز تستثمر في إيه؟ هستثمر في البنية التحتية بتاعت الإنترنت هل هناك توجه في وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس الصناعية أنها تخلق يعني العديد من العمال الفنيين اللي يستطيعوا أنهم يساهموا في ذلك الأمل يعني؟ بالطبع إحنا عندنا ثلاث محاور في دفن أول حاجة بالنسبة للسيارات إحنا عندنا ثلاث مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجال السيارات بالإضافة لمدارس الفنية العادية فإحنا عندنا في المجالين الحمد لله أربع مدارس تكنولوجيا تطبيقية كمان بتغطي كافة هذه التخصصات ما بين التصنيع وما بين الصيانة والإصلاح بعد ذلك طب الإعلان عنها أين هو؟ يعني حقيقة بتحكيلي عن حاجات الحقيقة كتير وتبدو مشرقة جدا لكن كتير من الناس ما تعرفش عنها حاجة في مدارس ردي بالذات كان الإقبال أربع أضعاف المطلوب يعني اللي تقدم حاليا أربع تلاف في هذا القطاع اللي قدرنا ناخده بس ألف اللي الأخ ده سبب التباعد الاجتماعي قبل الكورونا أنا بقولك هو سبب التباعد الاجتماعي قبل الكورونا الناس كل وقت فيهم مشغول بهذا العالم وبالتالي ما بقاش فيه فيه فقر في الفكر في المجتمع وفقر في الوعي أنا كل العذاب الذي أريد أن أفعله سواء في جورنان في إذاعة في تلفزيون هو نضج الوعي بدون نضج الوعي نحن ننتخلف العلوم الأساسية اللي هي تدرس في كليات العلوم لها أهمية هيكلية مهمة جدا الجامعات حاليا بتعاني من أنه هيئات التدريس بتذهب إلى الجامعات الخاصة وبتفقد الجامعة الحكومية على سبيل التحديد أكثر أسدتها دي هي الأساس وهي التي تستقبل ما نستطيع وصفه بالكتلة الحرجة أي حاجة الكتلة الحرجة هي اللي بتغير الأغلبية العظمة في الشعب أه الكتلة الحرجة فيه عندنا بالإضافة بس عشان الجامعات الحكومية فيه جامعات خاصة وفيه ما يقرف يعني ما يقرف بالجامعات الدولية وهي يعني اسم كده يعني فيه فخامة دون محتوى وفيه أخيرا حاجة اسمها الجامعات الأهلية وهي ليست بأهلية الجامعات الأهلية بينشئها الأهليين بتبرعات وما لهمش ضعوا بالإدارة ولا تكسبوا منها هي الحكومة هي اللي بتعمل الجامعات الأهلية دي فهي في الواقع جامعات حكومية بس بمصروف لكن ما سمناهاش كده سمناها أهلية عشان لو قلنا جامعات حكومية بمصروف تبقى غير دستورية قال لو تحك كلمنا بعد جامعات حكومية مشكلتها الأساسية فيه خانون الجامعة فيه خانون الجامعة اللي هو خانون 71 اللي هو لغاية دلوقتي شغال أتمثل عدم تفرع أعضاء تدريس يتمثل عدم الإعلان عن الوظائف والترقي في السلك الجامعي بشكل تنافسي بناء على أسس موضوعية أساسها أو أهمها الإنتاج العلمي السماح بالإعارة أو الانتداب خارج الجامعة وفي نفس الوقت المنتدف ده أو المعارف في الخليج أو خلافه يترقى في ذات الجامعة بتاعتنا يعني الوقت التعديل حصل تعديل في قانون الجامعات خلى المدة بتاعت الإعارة والانتداب ده عشر سنين متاصر يعني غير مسبوك مدة طويلة ولا سيارة اللي عاوز يعار أو ينتداب فيه ده محال لا ما يستقيل لا ما فيش مانع عاوز تروح تداب تعار أو بتاع لكن ما تترقاش تناولت حلقات البرنامج تحديات الاقتصاد وملامح النهضة الكبرى في القاهرة والمحافظات ومشروعات التنمية اللي غيرت في سنوات الأخيرة وجه مصر من الريف إلى الصعيد إلى مشروعات الاكتفاء الداتي من الأسماك والغداء وأيضا جهود حماية البيئة ومواجهة تقلبات المناخ وغضب الطبيعة ما هي السلوكيات اللي حضرتك شايفها وجهت نظرك أنها مدمرة للبيئة في مصر وكيف نواجهها هي السلوكيات هتختلف بحكم اللي بيقوم بها ففيه طبعا سلوكيات الأفراد وفيه سلوكيات المؤسسات وفيه سلوكيات الخاصة بالسياسات الاقتصادية نفسها البيئة إذا لم يتم إدماجها بشكل اقتصادي في خطط التنمية مش حيبقى لها حظ بمعنى صح أن لغة البيئة الفنية بين البيئيين لكلمة البيئيين يكلموا الاقتصاديين ورجال الأعمال ومتخذ القرار ده يتكلموا بلغة اقتصادية لماذا بدأتم بالقرية؟ اتمام الحكومة بالتنمية المستدامة هو شامل كل بقعة من بقاع مصر يعني زي ما احنا بنشتغل في تنمية الحضر والتنمية العمرانية اللي بتشهدها كل أنحاء الجمهورية سواء في مدن الجيل الرابع والتجمعات المستدامة اللي حضراتكم بتشوفوها في كل المحافظات كان مهم جدا أنه احنا بنفس الطريقة أو بنفس الأسلوب اللي احنا بنشتغل فيه مدن زكية ومدن عمرانية حديثة محتاجين أنه احنا يعني يكون فيه تنمية إقليمية متوازنة وأنه احنا نشتغل على تجمعات ريفية مستدامة بنفس الأسلوب اللي احنا بنشتغل فيه في المشروعات القومية في المدن العمرانية ومدن الجيل الرابع كان هناك اعتداءات كثيرة جدا على تلك البحيرات كان فيه استقطاع منها كان فيه رد لأجزاء كبيرة منها هل حنقدر نسترجع هذه المساحات مرة أخرى أم حنقبل هذا الواضح طبعا فيه خطة كانت للدولة خطة مهمة جدا في تطوير البحيرات ويعني نقول أن البحيرات دي وصلت لحال أنها مغطة مثلا كلها بالنباتات فما فيهش أكسجين بيوصل للأسماك وبالتالي فيه نفوء وبالتالي فيه قل الانتاجية بتقل فأخدوا إجراءات كثيرة الدولة أن مثلا إزالة التعديات إزالوا كمية تعديات ضخمة جدا على مستوى البحيرات معظمها يمكن نشيل بحيرة ناصر لأن ما فيهش حد بيجي جنبها لأن ليها طبيعة خاصة إنما فعلا تم إزالة كمية كبيرة من التعديات قدرنا أن نطهر البحيرات البوغيز لأن هنا المياه لما تكون رجدة بتبقى فيه مشكلة فلازم يدخل لي مياه ملحة عن طريق تطهير البوغيز وعملنا قنوات شعاعية تخلي المياه دي تدخل من البغاز إلى جوة البحيرة وبالتالي فيه حركة للمياه وبالتالي لو فيه تلوث بيختفي مع وجود الملوحة اللي جاية من البوغاز أو من البحر فهنا تم إجراءات عديدة في عملية تطوير البحيرات بنقول إحنا دلوقتي في مصر محتاجين ندخل صناعات جديدة وتتوطن هذه الصناعات في بلدنا يعني إيه توطين صناعة بلد؟ توطين صناعة معناها أن أنت ما عندك إش الصناعة دي وأنك عايزة تستورديها وعايزة توطنيها وعايزة تديها زي الجنسية كده ما تدي حد جنسية يعني ما عندناش صناعة السيارات إحنا عايزين نعمل صناعة السيارات لو جبت بقى صناعة السيارات دي وعشان يحصل لها توطين حقيقي لازم تبقى كفأة ولازم تبقى مستمرة على مدى زمن طويل مش تجي بيها تستورديها حتة صغيرة كده وتتصور أن أنت عندك صناعة السيارات وانت ما عندك إش وبعد شوية هتفشل هذه الصناعة لأنك ما عملتهاش في الأول وبالتالي توطين الصناعة في هذه الحالة لم ينجح ما هو متفق عليه في صناعة السيارات بشكل عام يعني أن عشان يبقى عندك صناعة كفأة لازم تبقى على الأقل بتنجي خمسمائة ألف سيارة في السنة عدد عشان تقسيم التكلفة على عدد كبير جدا من السيارات وبالتالي التكلفة تعيثها تبقى كويسة وتبقى قادرة على أن تصدريها مش بس تبعيها في سوق المحالي إحنا عندنا بقى دكاكين سيارات يعني الوحدات اللي إحنا أنتجناها يعني عملناها لغاية دلوقتي بتنتج عشر تلاف وعشرين ألف سيارة في السنة عمرها ما تبقى كفأة كان من أجمل حلقات البرنامج حلقة حول التراث الشعبي المصري الغناء والموويل وعداتنا الجميلة في المواسم وفي الأفراح وفي الأزياء إبداعات الصانع المصري من الحرف التقليدية والتاريخية اللي ميزت الثقافة والهوية المصرية الحلي، المجوهرات، السجاد، الفخار العظمة البناء المصري والعمارة المصرية من عصر الفرعنة وحتى قاهرة المعز وحتى عمارة المحروسة العمارة الخذوية على من تطلق؟ لماذا؟ لماذا اسم القاهرة الخذوية؟ لأن هذا الاسم ليس في التاريخ يعني مش موجود أصلاً أنا استحدثت اسم القاهرة الخذوية لما درست وبدأت أشتغل أعمل موسوعة الحديقة تفضلتي وذكرتيها وجدت أن في مصر كان عندنا ثلاثة خذوي فقط اسماعيل، توفيق، وعباس حلمي التاني فاسماعيل اللي حط التخطيط والقواعد الضابطة للعمران بتاع المنطقة وجدت التنمية بقى في مراحل استكمل القاهرة الإسماعيل بتاعت اسماعيل ابنه توفيق عمل امتداد شمال الإسماعيلية عمل حية توفيقية ويأتي ثالث خذوي والأخير اللي هو عباس حلمي التاني اللي أضاف أجمل مباني في هذه المنطقة زي العمرات الخذوية الأربعة الموجودين في شارع ماد الدين وكان أنتونيو لاشيك أحد المعمارين اللي هو بصمة كبيرة قوي في ذلك الوقت هو اللي صمم له العمرات دي وهو اللي عمل بنك مصر اللي في شارع محمد فريد وعمد الدين دايما كنتي بتقولي أنا بشعر بمسئولية تجاه تراث بلدي وبحس إنه كتير منه بيضيع وبيختفي ده حقيقي زي ما التراث المصاغ المصري التقليدي الحمد لله إن أنا سجلتها قبل ما تضيع وقت ما عشت فترة العشرين سنة دي لأنه كنت بجمع قطع لدراسي عشان أعمل عليها عشان أقول شوف هوا مركب دا مع دا ازاي بحث تعملي أبحاث يعني عليها بالزبط بالزبط لما كنت أرجع أحط القطع وأرسمها وأكتب والشغل ده تعمل وأرجع أقول الله أجي مثلا في رحلة للأردن فلاقي حاجة مشابهة فيقولوني دي مثلا من قبائل القريبة من سينة فأرجع أقرى حاجة في علم الإنسان أقول الله إزاي التشابه ده جاي ده معقولة حصلية حصل تزاوج فاتنقلت الثقافات أو هجرة لقبائل بالزبط فلقيت بعد فترة عندي كمية رهيبة من المعلومات الخاصة بالحليل مصر عملتها في كتابه 12 ومصر سهمت تاريخيا في صناعة العالم فجر الضمير في ناس كتبوا عنه أن هي فجر الضمير وهو فجر الدين الدين ظهر فيها الأصل الدين ظهر فيها الضمير ظهر فيها العقيدة ظهرت فيها هي اللي سهمت في تاريخ العالم مساهمة كبيرة جدا فنحن أبناء العالم يعني نحن جزء من الوطن العربي صحيح وجزء من إفريقيا ولكن إحنا في الأول والأخير جزء من العالم ولذلك أنا أفضل الانتباقي العالمي وحن دلوقتي بنتكلم على المواطنة العالمية يعني لم تعود المواطنة الآن مواطنة كده يعني محلية أو ضيقة إحنا محتاجين نتجي إلى العالم كله وتبقى مصر دي أيقونة داخل المنظومة العالمية كان حديثنا من مصر في حلقتنا العام الماضي لا يستهدف فقط تسليط الدوق على موضوعات الحاضر والمستقبل ولا مجرد النقاش حول قضايا مثيرة للجدل لكن كان الأكثر أهمية دايما هو اللقاء المثمر والمفيد على الشاشة المصرية بهذه النخبة الرائعة من أهل العلم والفكر والخبرة نستنير بأراءها ومشاركتها المهمة في صناعة الوعي وبناء المستقبل كل عام وحضرتكم بخير ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في حديث جديد من مصر اشتركوا في القناة